اشتركوا في القناة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وتحت شعار رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية وضمن مواكبة امارة الشارقة لكافة الاحداث الاقتصادية حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة انطلاق منتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة والذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الاجنبي المباشر استثمر في الشارقة وكان في استقبال سموه لدى وصولها الشيخ بدور بن سلطان القاسم رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسم رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ فاهم بن سلطان القاسم رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ فيصل بن سعود القاسم مدير هيئة مطار الشارقة الدولي ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين وضيوف المنتدى قبيل انطلاق اعمال المنتدى تجول سمو نائب حاكم الشارقة ترافقه الشيخ بدور بن سلطان القاسم في المعرض المصاحب مطلعا على ما تقدمه الجهات الحكومية من فرص استثمارية وخدمات سياحية متنوعة اذ يشهد المنتدى في هذه الدورة برنامجا حافلا بالفعاليات التي تهدف الى تمكين المستثمرين ورواد الاعمال والشركات الناشئة من اكتساب المعارف والمهارات الشيخ بدور بن سلطان القاسم اكدت ان تطلعات امارة الشارقة تجاه تعزيز الجاذبية الاستثمارية بين عواصم وبلدان المنطقة كبيرة اذ تستندوا الى جملة من المقاومات التنظيمية والتشريعية وموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية مؤهلة عقب ذلك انطلقت اعمال المنتدى بكلمة لأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق اشار فيها الى ان دور الهيئة الكبير في دعم الحلول الاقتصادية في الامارة يأتي ضمن مناخ مثالي وتوجيهات سديدة من الشيخ بدور بن سلطان القاسم رئيس الهيئة في هذا المناخ المثالي نعمل في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق بقيادة وتوجيه الشيخ بدور بن سلطان القاسم على دعم التحولات التي تقودها الامارة عبر تعزيز التنوع والاستدامة وتوفير مجالات عدة للاستثمار وتأسيس الاعمال وبناء علاقات استراتيجية نستقطع من خلالها المهارات والعقول والافكار المبتكرة والتجارب الناجحة وليس رؤوس الاموال فقط نحن على ثقة بأن هذا المنتدى بحضوركم ومشاركتكم سيشكل خطوة جديدة نحو مستقبل يزخر بالشراكة والتعاون والتوافق نحو غدل الاقتصادي والاجتماعي المشترك بدوره تناول محمد جمع المشرخ المدير التنفيذي لمركز الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في كلمته المسيرة العالمية للاقتصاد الذي حقق قفزات نوعية تحويلية كما شهد محطات تغيرت خلالها السمات التي يتميز بها أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة لم يأتي من فراغ بل نتيجة للرؤية الاقتصادية المتوازنة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ونتيجة للتطور المتواصل للقوانين والتشريعات والاستثمار في البنية التحتية وإطلاق مشاريع نوعية في الإمارة بالإضافة إلى تمتع الشارقة بموقع استراتيجي فريد يربطها بالأسواق العالمية كما ألقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد كلمة أثنى فيها على القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة والذي شهدت الإمارة في ظل توجيهات سموه تطورا اقتصاديا واجتماعيا ملحوظا ليأتي تركيز الشارقة على التنوع والشراكات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة الذي يعزز من مكان التل استثمارية العالمية من خلال مؤسسات رائدة كمركز الشارقة للرياض الأعمال شراع وبالنسبة يشرفني أن أنضم إلى المجلس الاستشاري الجديد لشراع وكله أمل مساهمة بتعزيز الدعم اللازم للنهوض بمساعي الابتكار ورياضة الأعمال في الإمارة كما تتمتع الشارقة لبيئة أعمال ريادية والتي تتميز باحتضانها لأصحاب المشاريع الناشئة المبتكرة وأصحاب المواهب والمخترعين إضافة إلى ذلك توفر الإمارة نظاما تعليميا متقدما عبر وجود العديد من الجامعات المرموقة بما في ذلك جامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة والتي تكرز جهودها لتوفير تعليم عالمي للمستوى وتعزيز الابتكار حيث تعمل هذه المؤسسات التعليمية المتميزة لإعداد جيل من الضلاب الخريجين المبدعين للمساهمة بشكل فعال في القطاعات الحيوية من جانبه قدم جراند كاردون الخبير العالمي في استراتيجيات الأعمال والمبيعات كلمة بعنوان ثلاث طرق للسيطرة على الاقتصادات الذكية تناول فيها تجربته الكبيرة في مجال ريادة الأعمال وأساسيات النجاح فيه ختاما تفضل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ترافقها شيخ بدور بن سلطان القاسم بتكريم شركاء المنتدى لهذه الدورة والجهات الراعية والمتعاونة ويهدف المنتدى الذي يستمر على مدى يومين إلى مناقشة العديد من الموضوعات والفرص الاقتصادية بمشاركة أكثر من ثمانين متحدثا من مختلف أنحاء العالم وما يزيد على مئة فعالية متخصصة ترجمة نانسي قنقر